اجتماعات نيروبي انا شفت قدامي بطبيعة حال كلمة فخامة الرئيس من جهة وشفت ردود الافعال بتاعة القادة والزعماء الافريقة شفت ايضا الرد والكلام بتاع الرئيس الكيني الحقيقة مش بس حفاوة الاستقبال ولكن منتهى التقدير للدور المصري بشكل عام ولدور فخامة الرئيس عبد الفتاح ياسيسي بشكل خاص في وصول افريقيا الى المجتمع الدولي في البداية خلينا نقل لك حاجة مهمة جدا نشارع الافريقي نفسه وده مهم جدا ان احنا ننقل نبض الشارع الافريقي من خلال مجتمع المال والاعمال وشباب الاعمال ورواض الاعمال والناس اللي بتشتغل على الارض في المجتمع الافريقي حقيقة في عشر سنوات عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الى الرياضة بالفعل والزعامة الافريقية وليس بالقولة او بالشعار وده احنا بنلمسه تماما في متابعتنا لمثل هذه المؤتمرات ومثل هذه الزيارات ومدى اهميتها ومدى اختيارها بعناية واستراتيجية الحضور واهمية الحضور واهمية الكلمات والتنسيق العالي المستوى خلينا اقول لك ان الدبلوماسية الرئاسية تحمل ملفا مضاعفا للدبلوماسية الاقتصادية مع افريقيا وده شيء مهم جدا بالاضافة الى الدبلوماسية الرسمية الوضاة الخارجية والسدى الصفراء اللي موجودين في القرى الان مع جهاز التمسيل التجاري المصري احنا بنعمل في نسق متصق غير ما سبوق في عشر سنوات لنعود الى القرى نحمل هموم القرى وندافع عن القرى وندعو باسم القرى ونتعاون مع القرى هذه هي احداث عشر سنوات نراها كمجتمع القطاع الخاص ونرى السيد الرئيس في المقدمة دعني اتحدث معك والحديث اكثر صراحة لا يمكن ان يفسر دعوة مصر باسم القرى الافريقية في الامم المتحدة لمؤتمر التغيرات المناخية في شرم الشيخ باسم القرى الافريقية هكذا عود الرئيس عبدالفتاح السيسي الشباب الافريقي عندما دعاه في اكتر من مؤتمر شباب العالم هكذا عود الرئيس الشباب الافريقي عندما احتضره في مركب النيلية في اسوار في مؤتمر شباب العالم العربي في مؤتمر السلام في اسوار في دواتين متتاليتين هكذا بدأ التواجد وهكذا روح الود التي لمسناها ما بين الرئيس وليام روتو السياسي المخضرم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء قبل أربعة أيام أو تاتة وسبعين ساعة في مؤتمر قمة دول جوار السودان أو في الاستقبال في كينيا وهكذا هي الخطوات المحسوبة بدقة الجراح السياسي في العمق الأفريقي ودول حوض النيل أنا شخصيا بشوف لماذا كينيا دعني أتحدث عن كينيا في أسبوع كينيا 12 يوليو بعثة تجارية سياسية سعودية برئاسة الوزير الاستثمار خادف فالح والاتفاق مع شركات سعودية للعمل في كينيا بما يعادل مليار واربعة من عشر دولار برافو 12 سبعة الرئيس الإيراني أعراض وفد من رجال أعمال إيران في كينيا وتأسيس مجلس الأعمال الإيراني الكينيا برافو 13 سبعة وفد برئيس وزير الاستثمار الإندونيسي والاتفاق على بعض الأعمال الاستثمارية في قطاع الاستثمار البحري 14 سبعة دعوة 54 وزير تجارة إفريقي للتنسيق في أعمال اتفاقية التجارة البنية الحرة قبل مراجعات مؤتمر المنتصف العام يوم 15 سبعة 14 سبعة أيضا في هذا الأسبوع سيد رئيس مجلس إدارة بنك الأفريقي للتصدير الاستثمار وتوقيع أكبر صفقة تمت هذا العام مع الجانب الكيني 15 سبعة 25 رئيس دولة وحكومة متوجدين في مؤتمر قمة منتصف العام للتنسيق والمراجع للاتحاد الأفريقي 16 سبعة بقرة إن شاء الله وزير التجارة الأمريكي يأتي إلى المنطقة لزيارة كينيا لاستكمال ملفة استثمار المشترك الكيني الأمريكي يمسك الخشب ما رشاء الله إذن كينيا محطة مهمة جدا في شرق أفريقيا كينيا بميناء منبسة وبما أحرزته أصبحت محطة لابد أن تكون هي وجهة التجارة المصرية وهي محطة للتباركس للتجار المصريين في المستقبل وللصناعة المصرية وللتعاون الجيد الدولة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن خلف الحكومة تفعل وتقدم كل الجهد ويبقى الأمل في مستقبل شباب مصر وقطاع الخاص المصري للتمركز في بعض المحطات الأفريقية الهامة حتى يمكن الدخول إلى عمق الأفريقي فلا يمكن التحرك من القاهرة مباشرة لتلاتة وخمسين دولة ونمع علينا حصن اختيار مناطق التمركز اللوجستي الحاوي لاختيار الدول الجوار الأفريقي